السلام لبنات نتمنى لكم تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله اليوم راح نديروا مع بعض حلوة جافة بمقادير بسيطة ومطبوطة وتقطع كمية كبيرة وتوجد في وقت واجيز انا هذي اسمتها السلك الحاصل يعني بالخف وجتها في مدة قصيرة وجتها وجت ما شاء الله هايلا وتتفتت في اليد يعني خير مليسة بلي والشي اللي مليحة في هاد الحلوة انه تقطع كمية كبيرة لانه ما راحش نلسقوها يعني زوج مع بعض يعني حبة وحدة تكفي نتمنى انه تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تتعرفوا على كامل المكونات والمقادير تهد الحلوة وطريقة تشكيلها راح ننتقلوا مع بعض لطريقة التحذير هنا عندي مي وخمسين مي وخمس وعشين عفوا مي ومس وعشين جرام مارغارين طرية شوي مغير فالفاني ونصف كاس سكر غلاس وربع كاس زيت يعني السكر غلاس ما كثرت شدرت فقط نصف كاس ليحبة تدير كاس إلا ربع يعني عادي كل وحدة وكيفاش تحب الحلوة تاعة السكور في الحلوة تاعة هنا عندي بيضة كاملة وصفار بيض نخلط ملاحك داب باليد ولا اي حاجة الشرط يعني المارغارين تكون بدرجة حرارة الغرفة يعني تكون طرية ما تكونش مثل لاجة هنا نبدأ نضيف الفارينة يعني هذه المكونات كما كنت لاحظوا ما كانش مكونات يعني بزي هنا زيت مغير فالصغيرة خميرة الحلوية مغير فالصغيرة هدا مكان ونبقى نضيف الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية ما تكونش يبسة ما نيبسوش العجينة تاعة نتجي كما العجينة تاعة ليسابلي كما تعرفوا ليسابلي باش تنجحوا معكم لازم العجينة تقعد طرية هدا الحلوة كذلك ما تيبسوش العجينة خلوها طرية هي كتخلوها راح تزيد تشرب معكم نوعا ما يعني ما تقعدش بنفس ذاك القوان نلمو العجينة بهالطريقة ما نعجنوهاش فقط بصبع اليد هدا هو القوام تاعة العجينة التاعي خياتي هنا نبسط يعني العجينة باستعمال الكيس بلاستيكي نحل العجينة ما تكونش رخيخة كما ليسابلي تكون نوعا ما حوالي واحد سنتيمتر عندي هالطابع دائري هالطابع يكون فيه شراشف بشكدر حبتعنا تجينا شبع ومتحوفا يعني ما فيش الجهة لمثقوب ونبدأ النقش يعني طريقة سهلة اي نقش عندكم أنا استعملت هاد النقش اللي يسموه يعني النقش حرف الاس هدا هو النقش ولكنتو ما تقدروا تستعملوا النقش العادي بركة هاد النقش يعني الحبتعنا جي متحوفا هدا مكان نقشو بشكل دائري من الأطراف هحن نقرب لكم السورة بشوفو عمليح بهات الطريقة نقشو يعني نشكلو وردة ونحطوها مباشرة في صينية هنا الصورة راهي تعبر لكم على نفسها الصورة راهي واضحة طريقة تشكيل واضحة وسهلة حتى المبتدئات يتمكنوا منها لأنه العجينة مليحة ما تفتتش معانا تساعدنا في الخدمة بعدما نحطوهم نستفوهم كامل في صينية اللي نرشو يعني نحطو عليها ورقة طهي هنا نحكمو أي حاجة ولا أي بوشون دائري أي حاجة نثقبو الوسط نحو البلاسة اللي ماشي من قوشة هنا عندي هاد يعني نوغا كنت حضرتها ديجا في وصفة سابقة عندي 50 جرام مارغارين ندير عليها 50 جرام السكر مع زوج مغار في ما عادي ونحطهم في الفرن حتى تذوب المارغارين يعني ماشي أنه تغلي تذوب فقط المارغارين ونحيها ونضيف عليها أي مكسيرة تحبيتو كوكا وججلين جوز أي مكسيرات عندكم في الضع نخلطهم بليح ويعني نحشيو بها هادك الوردة بها الطريقة الفرن يكون مشعول مسبقا على درجة 180 درجة نحطو الحلوة يعني هاد النوغا يعني كنت نحطو الحلوة تعنا راح تذوب وتمشي تعمر لنا كامل هذك الفرع وتيبس وحدها فعلا بعد ما طابت الحلوة تعي أنا طيبتها غير ملتحت حقيقة ما حمرتهاش من الفوق لأنه يعني ما تسحقش أنه تحمر تولي حمراء من الفوق طيبوها يعني عسوها بالنسبة لهذا الشكل يعني كانت خلصتلي نوغا لحضرتها خليت ذاك الفرع ما نحيتوش وعودرت لسقط له هاد الجوز هنالتزيين كي ما حبيتو فقط عطيت لكم فكرة هادا مكان بالنسبة للتزيين يعني في كل خطرة أنه نقول أنه ما تقيدوش مشي شرط تقيدو بالتزيين اللي موجود في الوصفات يعني فقط تأخذوا فكرة وانتو ما تزينوا كي ما حبيتوا وبالشي اللي موجود عندكم في الدار نتمنى أنه هاد الوصفات نالإعجابكم ونتمنى أنه تجربوها وتنجح معكم بإذن الله وإذا كان عجبتكم يعني فضلا وليس أمرا طلعوا لي الفيديو بالرجم وإلى اللقاء الوصفة أخرى شكرا